اشتركوا في القناة مستعدين نفسيا للتعامل مع أزمة كورونا طب هل هل كورونا ليه إيجابيات طب إيه هي إيجابياتها طب هل كورونا ليهها سلبيات طب إيه هي سلبياتها كمان عايزين نتعرف على الفقات الأكثر عرضة للتأثر بصورة سريعة بصورة نفسية كمان إيه هي الفقات دي ييه كمان الفقات اللي هي بتأثر مش بس نفسيا كمان ماديا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا كمان دي هنتعرف عليها النهاردة فكرة كمان التباعد الاجتماعي وأثره السيء علينا كلنا كمجتمع مش بس أطفال ولا كبار كلنا كمجتمع برضو نتعرض له ونهاية النص يحول التوصيات احنا ممكن نقدمها للسادة المشاهدين عشان نتخطي هذه الأزمة اللي مش بس هي محلية كمان هي عالمية أزمة كورونا مش احنا بس اللي بنعاني منها هي أزمة عالمية ولازم نعترف ونقر أنها جديدة على المجتمع وجديدة على العالم كله وإحنا في الحقيقة ما مرناش بهذا الوباء من قبل بس مرنا قبل ظروف صعبة كتير وتحملناها وتخطيناها ولكن لما يبقى الموضوع بيبقى في حاجة مرتبطة بالصحة ومرتبطة بأن احنا بالإنسان وطبعة الإنسان طبعة الإنسان اللي هو أصلاً يعني اجتماعي بطبع وما فيش حاجة اسمها تباعد تباعد الاجتماعي دا كان بعيد كل البعد عننا وعن أفكارنا وعن حياتنا وعن اسلوبنا احنا حتى سلامنا بيبقى بحميمية مش بس بالإيد بالأحضان وبحب يعني كل علاقاتنا كده كل عشان نعبر بس عن السلام والترحب والحفاوة بنتعامل بهذا الإسلوب وهذه الطريقة حتى الأم مع ولادها يعني نحن نتخيل دلوقتي قد إيه هي معاناة نحن مش قادرين نحضن ولادنا مش قادرين نحضن يعني الجدة وولدهم قد إيه طبقى العلاقة شوية فيها نوع من التباعد اللي احنا حقيقي مش متعودين علي وحقيقي هو لود قوي علينا وانقدر أفهم ده وقدره كويس قوي بس خلينا برضو نتخقى ده ونحاول ناخدها من ناحية الصحية لأن لو ناحية الصحية ما كانش فيها نوع من الصحة النفسية مش هيبقى أبدا للولاد أو حتى للكبار مرجعية سليمة إيجابيات كورونا هل إيجابيات؟ هل كورونا ليها إيجابيات؟ رغم كل الأسى اللي احنا شايفينه منها ده ورغم كل التعب ده ورغم كل الخوف والفوبيا اللي بيصل لحد الزعر والهلع في الأسر المصرية وغير المصرية كمان ممكن يكون لو أنا أخدها من الجانب الاجتماعي نوعا ما يعني خلينا نقول قعدنا في البيت فترة طويلة خلينا نعرف بعض أكتر خلينا نتعامل مع بعض بصورة إيجابية أكتر خلينا نتفاهم بعض أكتر خلينا اكتشف كمان فينا حاجات احنا ما كناش ما اكتشفينها من قبل خلينا نعرف أولادنا نعرف هوياتهم مواهبهم أصدقائهم يولهم أفكارهم كل دي حاجات احنا ما كناش يعني شوية كان الأب مجغول في أكل العيش وفي شغله والأم كمان مجغولة في الأعباء المنزلية وفي البيت وكمان في شغلها لما قعدنا في البيت بدأنا نكتشف بعض من أول وجديد بدأنا نعرف بعض من أول وجديد بدأنا نحب بعض من أول وجديد نعرف هويات بعض اللي ما كانش عنده حاجة بيه خلاصة بيه خلاصة حتى بنمارس الرياضة مع بعض بنقيم الشعائر الدينية بنصلي مع بعض بنتعايش مع بعض أكتر يمكن في الأول ما كناش نعود على صفرة واحدة دلوقتي بقينا نعود على صفرة واحدة بقينا نتكلم في مشاكلنا بقينا نتحاور نتشاور بيبقى فيه بنا روح المحبة وروح الألفة أكتر بكتير من الأول في الأول ما كانش فيه وقت نحن نعود مع بعض نعرف إيه الأخبار وصلين لغاية فين احنا عندنا مشاكل ايه بنقعد نحلها مع بعض بقاش فيه بنا رواياسة بالزوج والزوجة بيعادوا يتفاهم مع بعض أكتر حتى لو فيه حاجة بيتخطوها بيعودوا يكلموا على ولادهم مشاكلهم أخبارهم ميولهم أهواءهم أصحابهم كمان نلاحظ كمان أن الولاد ما عندهمش متنفس يعني ما عندهمش حتى نادي ما فيش مكان بيروحوا ما فيش خروجات زي الأول فكرة الحجر الصحي دي بصراحة هي فكرة مش ضد الطبيعة البشرية ضد طبيعينا احنا الإنسان بطبعه اجتماعي زي ما قلت من قبل أنه بيولد في مجتمع وبيتعايش وبيحب يكون في وسط بيئة اجتماعية بيصدها الحب والدفء كنا نبقى في البعد ده وكنا نتعامل من وراء الكاميرا وكنا بقيا نتعامل عن طريق الإنترنت والتليفون والواتساب والحاجات دي طبعا الميديا والتقنيات الحديثة ليها فضلة علينا أكيد وقليلت حتى حدة المعاناة اللي احنا فيها دلوقتي بس مش زي برضو خلينا برضو نتفق ونبقى موضوعيين جدا خلينا نقول نعم مش زي العلاقة اللي يعني الحميلة اللي بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها دلوقتي بقى احنا بدأنا نكتشف ان احنا كنا في نعمة حقيقة كنا في نعمة وكنا ممكن ما كناش مقدارين ده كنا من شوية برايحين لغلاء المعيشة ورايحين للمشاكل المادية ورايحين للحاجات دلوقتي احنا عارفنا ايمتها كنا نخرج كنا نتنفس حتى هوا نضيف من غير اي تكلفة كل حاجات دي ما كناش حاسين بيها حتى صحتنا ما كناش حاسين ان هي قد كده مهمة يعني احنا كنا نوعا ما عندين نوع من العشوائية في التعامل مع نفسنا ما كانش نهتم قوي بنظافة زي الاول اللي هي بتصل لحد دلوقتي كمان التطهير والتعقيم بصورة غير عادية بدأنا نهتم بالشكل يعني مش عايزة اقول مرة دي بس بشكل كبير قوي وبتصل يعني لحد الاهتمام الزائد اللي ممكن يوصل لي بينا للخوف المرضي من المرض والتواهم بالمرض لمجرد شوية اي صداع او شوية اي سخونية او حاجة فالواحد بتواهم ان هو تعبان كل الحاجات دي احنا عايزين نقللها ونحد من صعبتها من القصر النفسية بتاعتها لينا بصراحة خليني اقول كمان من برضي الايجابيات اللي احنا بنحاول ندور للكورونا الحقيقة ان احنا بدأنا حتى نقيم الشعائر الدينية مع بعض في المنزل بنعالم ولدنا ازاي نكون قدوة حسنة في البيت ازاي الاب يكون مسؤول عن ولاده وزاي الاب يبقى عارف كل كبيرة وصغيرة عن ابنه وعن بنته والام كذلك بدأ ام يشاركوا بعض حتى في الانشطة الاجتماعية بتاعتهم الام تدخل البنت معاها البيت تساعدها الاب يشارك ابنه برضو في ميوله واهوائه وكل الحاجات اللي هو متعود عليها يعني طبعا دي بعض الاجابات انا بحاول ادور بصراحة للكورونا الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام عليكم بركاته دكتورة ايمان اسعد الله ومسائك اهلا وسائل بحضرتك انا بطي قناة الصحة والجمال اهلا بيك يا فن اهلا بيك كل سنة وحضرتك طيبة والمصريين بخير وطيبين وحلقة جميلة جميلة انك بتتحدث عن ايجابيات الكورونا ويعني هي لها سلبيات قليلة بس الجانب الايجابي انه اللي فتنا بين بعض وخلتنا نحب بعض ربنا يبارك فوامور حلاتك بالزبط احنا بنحاول في الحقيقة ندور لها على ايجابيات يعني فاحنا على قد ما نقدر بنحاول نعرف بعض من اول وجديد نحب بعض من اول وجديد نفتح حتى صفحة جديدة للناس اللي ما كانوش فاهمين بعض يبقى فيه بينهم حوار مشترك يبقى فيه بينهم حوار مرن الاب يتعايش وينخرط في وسط اولاده والام كذلك يعني نبقى اسرة متماسكة والله يا دكتور ايمان اتمنى من اسر ايوة ما احضر اتمنى يا دكتور ايمان انه دكتور الجامعة كلهم زيك ينزلوا على الترابيديون ويقولوا الايجابيات ويخلوا الشعب يحب بعض لانه احنا افتقدنا هذه القيمة في الشعب المصري بطلنا نحب بعض يا شعب مصر من فضلكم من فضلكم من فضلكم تحبوا مصر وحقه نفسكم شكرا يا ايفا عندما الف شكر الف شكر لحضرتك هناخد فصل صغير ونرجع لحضرتكم مرة اخر ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن ايجابيات الكورونا لو كان لي ايجابيات يعني اخينا نتكلم من نهاردة كمان عن سلبيتها سلبيتها طبعا فيه الشك طبعا ان احنا الازمة ازمة عالمية والازمة ازمة يعني بصراحة يعني قاعدتنا في البيوت هزا يكفي يعني انه قاعدتنا في البيوت اكثر من مليار شخص على مستوى العالم بيعاني من الحجر الصحي ده ليس بالهين ابدا على فكرة على نفسية الشخص اللي هو زي ما قلنا انه هو كائن اجتمعي يعيش وتعايش فوصة بشر وفوصة الناس وفوصة افراد الاسرة يعني حتى لو واصلنا هنلاقي حتى الدول اللي هي المتقدمة اللي بتنادي بالديمقراطية دلوقتي نادت بقى بالحرية دلوقتي بقى عندها حجر صحي وبقى عندها حظر واولى الناس اللي هي اخذت الحظر بصراحة مش علشان حاجة لان دايما الحكومة بتخاف على الشعب دايما بتحاول على قد ما تقدر تعمل اجراءات احترازية وبتعمل حاجات وقائية ليهم بقى احنا بقى دورنا احنا بقى دورنا بقى انهم ما بيخافوا احنا كمان نخاف على نفسنا ياريت نخاف على نفسنا اكتر وياريت نلتزم البيوت اكتر وياريت كمان نلتزم من ضمن الحاجات برضو ان هي علمتنا النظافة اه نظافة فيها نوع من الوسوس القهر يعني اللي هو كل ساعة بنختل ايدينا ده واجب مش بس واجب ده فرض علينا لان ده بيمنع المرض لان الصحة اساسها نظافة الصحة النفسية كمان خلييني اتكلم عنها لو هنتكلم عنها الصحة مش بس الصحة غسل ايد ونظافة مستمرة ونحن نحط لافتة في المنزل للتذكير دايما للاطفال والولاد والكبار ان كل شوية نختل ايدينا يا جماعة خلوا بالكم ان الموضوع ده ده موضوع قد كده هو مهم لان الوقاية خير من العلاج زي ما كلنا عارفين طبعا وان الف به علاج هي وقاية احنا لو يعني ما فيش حاجة خلاص احنا مش مضطرين نعمل اكتر من ان احنا نخسل ايدينا بس بالمية والصبون الكمامة كمان بلاش التباعد اللي احنا قلنا عليه اللي احنا مش متعودين عليه ابدا بس دي فترة وان شاء الله يا رب هتعدي بإذن رب العالمين ونفس البيات الكورونا ان احنا مش هارفين ننزل حتى يعني نبقى بطبعتنا نبقى بطبعتنا نخرج فيش الاعمال كل حاجة وقفت مش بس محليا عالميا كمان الكورونا طبعا مسويها كتير جدا وهي ازمة وان شاء الله يا رب هتعدي مش هنقدر ننكر ابدا ان هي ازمة وازمة عالمية وتعدي بإذن رب العالمين ولكن في فئات اكثر عرضة للتعب النفسي والتأثر النفسي زي الأطباء مثلا الأطباء هم أكتر ناس اللي هو الجيش الأبيض أكتر ناس يعني هما شايلين الحمل يا حرام وتعبنين وفي نفس الوقت مضطارين يقدوا خدمة على أكمل وجه وهما حتى لو بنبص عليهم بنلاقيهم يعني بيستنفذوا طاقتهم كلها في ظل ظروف صعبة وضغط لمجرد بس انهم يبقى أشفوا مريض أو كانوا سبب في شفاء مريض بهمش نفسهم بيبقى شايفين الزي بتاعهم قد ايه صعب وحراري وفي جو احنا بصراحة من تقهوش ولكن هم يعني ليهم مليون تحية ومليون شكر ولو فضلنا نشكرهم مش هنوفيهم حقهم الحقيقة هم هيستهلوا أكتر من كده بكتير مش بس الأطباء خليني أقول كمان اللي مش بس كمان بتعرضه نفسيا كمان اللي بتعرضه نفسيا ومديا ومعنويا الفئات الأكثر عرضة الفئات العمالة الغير منتظمة أنا يعني حبى كمان ألفة النظر يعني ألق الدوق على هذه الفئة فئة العمال البناء والتشييد عمال الصيد الناس اللي هي في المحاجر كل دي فئات السبكين النقجارين الميكانيكيين الناس دور كلهم برضو يعني الكورونا كان ليحة الأثر السلبي عليهم خلتهم برضو يعني في حظروا في مفيش زي الأول طبعا المحلات تتفتح الحاجات بتاعتهم بتؤدى كمان عمالي اليومية كمان الحكومة مشكورة طبعا صرفت لهم مبلغ مالي 500 جنيه الحكومة على قد ما تقدر بتضافر الجهود بتؤدي الخدمة يجي دورنا احنا بقى كمنظمات مجتمع مدني المفروض يبقى فيه تضافر لهذه الجهود ومش بس الحكومة اللي تشتغل احنا كلنا مسئولين وكلنا علينا أدوار وكلنا علينا أعباء لازم كلنا نتكتف والمعادن ما بتبانش غير في الظروف اللي زي دي وإحنا المجتمع المصري الحمد لله أظهر معدن الأصيل وأظهر إنه هو كلنا إيد واحدة وكلنا مع بعض هنتخطى هذه الصعاب وهذه المرحلة اللي إن شاء الله يا رب هتبقى ذكرى لنا وهتعدي إن شاء الله على خير ولازم يكون كلنا عندنا يقين إن دي أزمة وهتمر بإذن رب العالمين هتمر وهتمر على خير كمان ونتعلم منها نتعلم منها ونستفيد من الدروس اللي احنا أخدناها في هذه المرحلة يعني إيه قيمة الصحة؟ في الأول ما كناش ندرك قيمة الصحة اللي المفروض هي نعمة من نعم ربنا الكتير قوي علينا يعني عايزة أقول إن ربنا له فضل كبير علينا قوي بصراحة إحنا ما كناش وغدين بنا حتى من المتنفس إحنا بنخرج كنا بنخرج براحتنا ما كناش مقيادين بساعات ما كناش بنسافر كنا بنروح بنيجي بنكلم بعض في أي وقت بنزور بعض في أي وقت بننزل في أي وقت مصر بلد الأمن والأمان كنا بننزل بالليل زي بالنهار كمان خليني أقول برضو احنا بنتأثر نفسيا لأن احنا حتى إقامة الشعائر الدينية يعني محدش قادر يقيم الشعائر كما يجب أن يكون بسبب ظروف الحظر طبعا لأن برضو علشان صحتنا احنا برضو بننادي بالتباعد دلوقتي هننادي بالتباعد لكن إن شاء الله يا رب في الأيام الجاية هنعوض كل ده بإذن رب العالمين وهيعدي على خير بإذن الله بإذن الله عندي يقين فربنا أنها أزمة وهتعدي وهتمر ولازم كلنا يكون عندها نفس اليقين وكلنا نبقى عندها نفس العقيدة علشان نقدر نعدي من الأزمة دي بسلام وتعدي على خير إن شاء الله فكرة التباعد الاجتماعي برضو عايزة أرجع لها تاني وأتكلم عنها أنا قادرة أفهم وأستوعب إن هي صعب قوي صعب قوي إن احنا يبقى فيه بيننا حواجز صعب قوي يبقى بين الأم وابنها أو الجدة وحفيدها حواجز مش قادرين يتعاملوا مع بعض كل حد خايف على التاني يعني معلش نحاول دي نعتبرها علاج لفترة إن شاء الله يا رب تعدي وهتكون محدودة إن شاء الله بإذن رب العالمين خلينا برضو نقول إن إحنا كمجتمع متربي على الدين وعلى العقيدة ما ينفعش أبدا يعني يحصل نوع من التنمر يعني عايزة أقول قدو برضو على النقطة دي يعني على فكرة المرض مش وصمة عار أبدا ولا هو عيب ولا هو عقاب من ربنا بالعكس أمين الأمة الصحابي أبو عبيدة كان أحد المبشرين أحد العشر المبشرين بالجنة وكان أصيب بمرض الطعون إذن مش أبدا هي وصمة عار أو عيب فينا أو ربنا بيعقبنا ما ناخدهاش كده أبدا وياريت الآخر يحترم يعني ده ما ينفعش أبدا نبدأ نتعامل مع المريض أو حتى المخلطين للمريض بالفيروس إنه هو نخاف ونبقى هليعين منه ونبقى مفزوعين منه ونبعد عنهم بالعكس بالعكس المفروض إنه إحنا يبقى فيه دعم نفسي طول الوقت يبقى فيه مصندة نفسية طول الوقت يبقى فيه بيننا وبينهم حوار حتى يتخطوا الأزمة ما إحنا كلنا معرضين على فكرة إحنا فيش حد فينا مش معرض لمثل هذه الكارثة إحنا دورنا بقى إن إحنا نقف مع بعض نساند بعض نبقى يعني عطفين على بعض دينا رحمة بلاش نقس قوي على بعض بلاش نبص بنوع من التنمر ومن حتى للأطباء على فكرة يعني أنا أعرف ناس أنا بتروح المستشفى المستشفى العزل بيقولوا للأطباء ما تبلغوش الناس يعني ما تقولوش لحد نحنا جينا للمستشفى ما تقولوش لحد نحنا بنتلقى هنا العلاج ما تقولوش حتى والله أنا جاتلي كمان شكال ومن دكاتل نفسهم مش عايز يعني بيخافوا يخرجوا برا علشان الناس يعني بوصل أسرل نفسي حتى للطبيب إحنا مفروض نحترمه وبنرفعه القبعة وان طول الوقت نجله الطبيب نفسي كمان بيعاني معاناة نفسية رهيبة يعني على فكرة مش بس المريض الطبيب كمان خلي بالك وبيقعد ساعات طويلة جدا منعزلة عن بيته وعن قسرته بيقعد ساعات طويلة جدا لابس زي معين بيبقى في جو الحر ده يعني إحنا محدش فينا يتحمله هم عليهم فوق أنه هم كمان يشفوا مرضاهم هم عليهم كمان أعباء تانية نفسية فلازم نحترم ده فيهم كويس قوي ولازم كمان حتى الأطباء اشتكوا أنه هم مش عايزين يقولوا هم في مستشفى عزل علشان الناس اللي بره ما يخافوش منهم أو يبقوا فيه نوع من يعني يعني إيه عايز أقول الخوف من الطبيب ده لأنه في مستشفى عزل فوارد قوي نويا لنا المرض حتى الأطباء وصل لهم هذا الإحساس فليه إحنا بدل ما نعمل مبادرات ونقدم لهم ورود ونقدم لهم الشكر ونعمل مبادرات بالزيارات ليهم يعني اللي نقدر نقدمه نقدمه يعني هم يستهلوا الحقيقة أكتر من كده بكتير لأنه هم الجيش الأبيض إحنا عرفنا عرفنا وجودهم دلوقتي وعرفنا هم قدقوا مهمين في حياتنا وعرفنا فضلهم دلوقتي طبعا طلع عمرنا إحنا عارفين ولكن الظروف دي هي اللي بتبين معادن البشر هي اللي بتبين الناس هي اللي بتبين قدق إيه إحنا بنقف مع بعض قدق إيه المجتمع المصري كيان واحد قدق إيه في تضافر الجهود منظمة مجتمع مدني مع شعب واعي مع حكومة نطجة مع نهوض في الفكر والوعي مع مبادرات شبابية مع ناس فهمة ومدركة ووعية عارفة هي بتعمل إيه كويس قوي يعني الإجراءات الاحترازية اللي تخيصها الحكومة بصراحة يعني هي في كلها فصل إحنا مش ضدنا أبدا لازم نحترمها لازم نحترم الحاضر اللي ما يبقى فيه توقيت نحترم التوقيت اللي إحنا بلاش حد يعني كل حد يؤدي دوره كل حد فينا علوعي كل حد فينا له دور بيؤديه خلينا كل حد فينا يقوم بالدور بتاعه كما يجب أن يكون خليني كمان أرجع بقى لنقول إيه هي النصايح والتواصلات اللي ممكن نقدمها لبعض أو لكل الأسرة المصرية عشان نتخطى المرحلة دي بصراحة أنا مش عايزة حد يتابع أخبار الكورونا بشكل مراضي أو بشكل فيه نوع من الفوبيا أو الخوف خلينا نتابعها بس نحدد ربع ساعة أو عشر دقايق في اليوم بس نسمع فيها أخبار آخر ما واصلت لي هذا الفيروس يعني آخر ما واصل لي هذا الفيروس عشر دقايق بس مش أكتر من كده يا جماعة وناخد معلوماتنا يا ريت من القنوات المصرية للقنوات اللي هي الرسمية بلاش نروح في حتة تانية بلاش نسمع للشائعات بلاش نسمع للنات في حاجات كتير مغلوطة وفي حاجة أخبار كتير مش دايما تكون مظبوطة معنا تصال تفضل هلو السلام عليكم وعليكم السلام أولا أنا بشكر حضرتك على الموضوع المهم والملم فعلا ده وأنا متابعة لحضرتك في كنوات كتيرة بشكر حضرتك وبشكر من خلال البرنامج للأطباء والممرضين وبجيس والسرطة بشكر حضرتك شكرا كمان زي ما قلت نحن نبقى تكون البعد عن الأخبار السيئة بلاش نبس الرعب بلاش نعمل فوبيا بلاش نعمل زعر للأسر بلاش نبعث المحسجات اللي هي بتبقى دي اللي فيها إحباط كمية إحباط وكمية وجع وكمية يعني بس روح فيها نوع من من الخوف ليه؟ نعمل كده ببعض يعني ليه؟ بلاش بلاش كمان نسمع الأخبار بلاش نسمع الأخبار اللي فيها يعني إيه عايز أقول بيولعوا نار يعني بيوجعوا لواحد وبيجيبوا أخبار من من شرقه ومن غربه وقد تكون فيها صحيح وفيها مغلوط يعني خلينا في القناة بلاش نبس الخوف حتى الأهل للأسر نفسهم كمان خلينا عندنا عقيدة إن ده أزمة ندي أزمة والأزمة دي هتعدي على أخير إن شاء الله وهتمر ونتعلم منها بقى نتعلم منها إيه؟ نتعلم منها إن الصحة نعمل من ربنا لازم نحترمها ولازم يعني نحافظ عليها نتعلم كمان إزاي نكون عندنا نحترم الصحة النفسية بتاعتنا ونعمل لنا دعم نفسي وزاي نبعد عن كل ما هو يستفزنا وكل ما هو يضيقنا وكل ما هو يتعبنا يتعلمنا كمان النظافة يعني النظافة الشخصية اللي هي كنا شوية يعني مش عايز أقول يعني ناسي هنا بس إحنا مش بالصورة الدورية دي عشان كده ناخد فاصل ونرجع تاني ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين وهنكمل التوصيات بتاعتنا وازاي نتعامل مع هذه الأزمة اللي هي مش بس قلنا عالمية هي كمان محلية وكمان أزمة في بيوتنا إحنا شخصيا أزمة الكورونا اللي هي يا رب تمشي على خير قلت أعزل نفسك أعزل نفسك عن كل ما هو يضر بيك أعزل نفسك عن كل ما هو يضيقك اعزل نفسك عن أخبار مشينة عن أخبار مغلوطة اعزل نفسك عن كل ما هو يدايقك اعزل نفسك عن كل الحاجات بتشوب الحقيقة كمان ايبدا عن أي حاجة توطرك ايبدا عن أي حاجة تضعلك وأن الصحة النفسية أساسها يعني لو ما كانتش في صحة نفسية مش يبقى في صحة أساسة يعني الصحة قوتها ومنعاتها بتنبسق من الصحة النفسية طول ما احنا عندنا توتر طول ما احنا عندنا فوبيا طول ما احنا عندنا خوف مرضي طول ما احنا عندنا قلق هيجينا هروب من النوم هيجينا اطراب في النوم هيجينا توتر يعني التواهم بالمرضة في حد ذاته شيء مش هين أبدا التواهم بالمرضة لمجرد شوية سخونة أو شوية صداء أو شوية تعب خلاص أنا عندي أنا مش عارفة ايه الحاجات دي كلها بتتعب الإنسان بصراحة وبتشل حركته وبتدعب جهازه المناعي وإحنا بنستمد قوتنا من جهازنا المناعي إن كان جهازنا المناعي قوي هنواجه كل الأضرار وهنواجه كل المعوقات وهنواجه كل الأزمات لازم يكون جهازنا المناعي قوي ويبقى قوي إزاي يبقى قوي بنا إحنا بربنا في الأول وبثقاتنا في ربنا إن دي أزمة واتمر وبنفسنا إن إحنا عندنا يقين في قوتنا وفي إرادتنا وفي قدراتنا وفي مهاراتنا كمان إن إحنا نقدر نواجه أي صعاب وأكم من الشعب المصري شعب قوي أكم من الحاجات اللي مرت بينا سواء كانت حروب نعتبر دي حرب نعتبرها نوع من أنواع الحروب يعني ونحاول نواجهها ونحاول نقومها طول الوقت نبات كل البعد عن إرسالنا لبعض الرسائل المرعبة المحبتة الواتساب وصلت الحالات لكام قد إيه ماتوا وإنت ما نيجي نبص للجانب الإيجابي ليه ما نبصش للمنظور الإيجابي يعني ليه ما نبصش للناس اللي تم شفاقهم بالفعل ليه ما نبصش للناس اللي هي عندها مناعة وعندها قوة قدرت تواجه وقدرت تقاوم وقدرت تتعدى وتتخطى المرض وناخد من القصص دي ونبدأ بقى نرويها لبعض ونقصها على بعض ونحكيها لولدنا علشان حتى يبقى عندهم هم شخصية قوية يبقى عندهم روح يبقى عندهم ثقة في نفسهم إنهم حتى لو لا قدر الله لا قدر الله أصيبوا بشوية التعب ما يتوهموش المرض وما يتعبوش وما يمشوش ورا أفكار شوية هي مش مظبوطة طول الوقت نبحث عن ألعاب الحاجات اللي فيها نوع من التأمل الألعاب التأمل الألعاب اليوجا الحاجات اللي فيها كده أخذ نفس فيها طاقة فيها إيجابية فيها روح الحاجات دي كلها بتساعدنا نحن نتخطى الأزمة دي الحاجات دي كلها مهمة قراءة القرآن الصلوات مش قادرين نروح المساجد مش قادرين نروح الكنايس نتعبد في بيوتنا حتى أولادنا يتعلموا ده حتى اللي احنا افتقدنا وأصرنا فيه نرجع كمان نرجع علوة من أول وجديد يبقى فيه عندنا مبادئ يبقى فيه عندنا قيم ماشينا عليها يبقى فيه قدوة في البيت في الوقت اللي احنا واخدنها مسأل أعلى بيحتزى بيه نحفظ على الانضباط في المنزل ابني لما يلاقيني أخسي الإيدي هو كمان يخسي الإيدي ابني لما يلاقيني أتعامل بطريقة فيها نوع من التباية هو كمان هيبقى حريص على ده نحط لافتة في المنزل كده يا جماعة كل عشر دقايق كل ساعة نخسي إيدينا مثلا لافتة للتذكير مش أكتر يعني مش فوبيا ولا يعني تطهير وتعقيم بطريقة فيها نوع من المغالاة لا ما قلتش كده خالص قلت نوع من التوازن بس بننبه بعض بنذكر بعض بنفكر بعض أنه لازم يكون فيه طول الوقت الاهتمام بنضافة الاهتمام بالبيوت بالتعقيم بالمطاهرات ولكن نمش تصل طبعا لحد المرض ولكن ما فيه نوع من الرعاية والاهتمام لازم يكون جوانا كمان راسخ أن دي أزمة ده ما قلت ولسه بقول وفضل أقول أن دي أزمة وهتمر ويبقى اللي عندنا عقيدة راسخة أن دي أزمة وهتمر وتعلمنا منها كتير قوي وأن دي مش عايز أقول كان لازم تحصل بس كويس أن هي حصلت لأن بدأنا نعيد معرفة بعض من أول وجديد بدأنا نحب بعض من أول وجديد بدأنا نفهم شخصيات بعض من أول وجديد بدأ الأب يتعامل مع ابنه بطريقة فيها نوع من الحامية أكتر ما كانش الأول يقوله مش فاضي ومش عارف إيه بدأنا نرجع دروس بتاعت ولد نعرف من يقولهم إيه نعرف أهواءهم إيه نعرف حتى عايزين إيه نعمل الرياضة دي في البيت كلنا مع بعض نسمع مزيكة مع بعض نسمع أفلام مع بعض نكلم بعض الأهالي البعيدة نكلم بعض عن طريق النت المسانجر الواتساب كل التطبيقات اللي هي متاحة لنا عن طريق الكاميرا ممكن نكلم بعض من خلالها اللي بيها ما نفقدش قوي الحامية اللي بيننا وروح الأسرة والدفء الأسري اللي احنا دايما متعودين عليه لغاية الأزمة دي متعدي ونرجع كلنا هنخرج ونتفسح وهنتبسط ولازم يكون عندنا أمل إن احنا دي أزمة وهتمر كلنا كلنا بإذن رب العالمين هنرجع نتبسط وهنسافر وهنخرج وهنتفسح والولاد هيروحوا لنا دي كل حد عايز حاجة هيعملها وكل حد نفسه في حاجة هيقوم بيها إن شاء الله يا رب العالمين بإذن رب العالمين نساعد بعض نساعد بعض على قد ما نقدر أعتقد أن دي فترة عرفتنا يعني إزاي نحس ببعض إزاي نحس بالمحتاجين إزاي نحس بالفقرة إزاي نحس ببعض أكتر عشان كده بطالب كل الفئات كل فئات الشعب نتكاتف مع بعض كل منظمات المجتمع المدني كل الجماعيات الخيرية كل كل اللي بإيده يد العون يمدها نمدها لبعض عشان خاطر نتخطى الأزمة دي جماعيات المنظمات المجتمع المدني الجماعيات دي عليها عب يعني مش عادي أبدا لأن هي شريكة للحكومة بصراحة في تقديم الخدمات وده فرض عليها مش واجب أن هي تقدم خدمتها كما يجب أن يكون وتقدم اللي عليها من دور أن هي تساعد المحتاجين تساعد المسنين نسيت أقول كمان أن المسنين من أكتر الفئات المعرضة للخطر بالإضافة لأن هي تطور الوقت حاسة بالوحدة والعزلة والانطواء الفئة دي تحديدا محتاجة كمان رعاية أكتر خلينا نضيف لبعض كمان أن هي عندها وحدة وعزلة وانطواء ووجع وتعب دلوقتي يمكن أكتر ما حدش فينا بيزورهم ما حدش قادر يروح ما حدش قادر يتعامل معهم على الأقل نقدم لهم الخدمات اللي تقدر تكفيهم وهم في أماكنهم لازم في الفترة اللي احنا فيها دي نعبر عن لو عندنا مشاعر غضب أو مشاعر تقعب لازم نعبر عنها وإلا يحصل لنا نوع من الكبت والاكتئاب والإحباط وده مش كويس أبدا على الصحة النفسية بتاعتنا المتدايق لازم لازم يعبر عن ده ببعض السلوكيات المقبولة اللي بيها نخرج من الحالة دي نسمع مزيكة زي ما قلت نسمع نفتفرج على الأفلام مريحة حاجات تكون هدفة حاجات يكون لها طاق يعني روح يعني عايزة أقول إن دي لازلت بكرر إن دي أزمة وإن شاء الله يا رب هتعدي على خير نتعلمنا منها كتير قوي آه تعبنا آه توجعنا آه تحبسنا في البيوت فترة طويلة تعرضنا لحجرة صحية فترة طويلة تعلمنا فيها كتير قوي آه تعلمنا فيها كتير قوي طبعا عمرنا ما هننسى الفترة دي في حياتنا عمرنا ما هننسى إن دور العبادات تقفلت عشان نعرف قيمتها كويس قوي وعملنا ما ننسى إن إحنا معرفناش نخرج عشان نعرف قيمة صحتنا ونعرف قيمة الطبيعة إن إحنا كانت في إيدينا حاجات قوي كتير متاحة إحنا ما كناش مقدرينها الحقيقة دلوقتي بس نقدر نقدرها وبعد ما نتعادي الأزمة دي كلنا محتاجين علاج نفسي كلنا محتاجين دعم نفسي هنداوي بعض ببعض هنداوي نفسنا بنفسنا مش هننروح لطبيب نفسي ولا حاجة لأ إحنا هنتمر الأزمة دي وكل مر بمر بختم حلقتي معاكم على خير وأتمنى إن شاء الله يا رب في حلقات تانية هنتكلم عن موضوعات كتير بتخص الأسرة المصرية بشكوركو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر